الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكدرات الخاصة اعتباراً من الأول من إبريل 2023 بحيث يزيد دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهرياً وبموجب الحزمة رفع رئيس السيسي الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بداية من أول أبريل المقبل كما وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15% وخلال كلمة أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المينيا أبدى رئيس السيسي سعادته بزيارة الصعيد موضحاً أن الدولة ماضية في استكمال مسيرة البناء والتنمية وعبر الرئيس السيسي عن تفاؤله بشباب مصر الذين يصنعون ويزرعون الأمل ويبنون مجداً بلا حدود مضيفاً أن الحرب الروسية الأوكرانية عكست آثاراً سلبية على الاقتصاد العالمي وضعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد الدولية كما أوضح الرئيس السيسي أن مصر تأثرت سلباً بتلك الآثار التي تسببت في ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة والغذاء عالمياً وأثرت بشكل ملحوظ على سلاسل الإمداد العالمية شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر الوطني للنشأ بمحافظات الإسكندرية والذي يعقد بمشاركة 600 طفل من جميع محافظات الجمهورية ومن خلال فريق مبادرة ابني أديباً قدمت التنسيقية فقرة بعنوان من النشأ للنشأ تناولت النقاش حول مواهب النشأ وأهمية تفريغ طاقتهم بشكل سليم مؤكدة أن الأطفال المشاركين هم سفراء للتأثير في ذويهم من أطفال محافظاتهم عقدت مجموعة التماسك الأسري إحدى فعاليات مبادرة البناء المتعدد اجتماعاً برئاسة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رشاكليب لبحث ومناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة ويأتي ذلك في أولى فعاليات مبادرة البناء المتعدد التي تتضمن عدة محاور إلى جانب التمسك الأسري أبرزها رعاية النشأ والتنمية الاقتصادية والصحة النفسية ومصاري العائلة المقدسة قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة ستعلن اليوم عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وأضاف كيربي أن المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستشمل بشكل أساسي ذخيرة لأنظمة هيمارس الصاروخية لافتا إلى أن موضوع الدعم العسكري لأوكرانيا سيكون من الموضوعات المطروحة للنقاش بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولف شولتز خلال لقائهم المنتظر في البيت الأبيض نفى السكرتير الصحفي للبنتاجون باتريك رايدر ما تردد من معلومات بشأن تقديم الولايات المتحدة معلومات استخبارية لأوكرانيا لشن ضربات على الأراضي الروسية وأوضح رايدر أنه لا يملك معلومات حول ما إذا كانت أوكرانيا قد أجرت مثل هذه العمليات أم لا ولكنه أكد أن بلاده لا توفر لأوكرانيا أي تمعلومات لضرب أهداف في الأراضي الروسية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع روسيا ولا تسعى إلى مثل تلك الحرب اتقلت السلطات الأمريكية أمريكيين اثنين من مدينة كانسس سيري بتهمة ضلوعيما في مخطط لإرسال تكنولوجيا تتعلق بالطيران إلى روسيا في انتهاك لضوابط التصدير في الولايات المتحدة وتظهر لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في المحكمة الجزئية في كانسس أن المتهمين تآمر للانتفاف على قوانين التصدير الأمريكية من خلال بيع إلكترونيات طيران من شركتهما بالإضافة إلى إصلاح وشحن معدات تستخدم تكنولوجيا أمريكية لتشغيل طائرات روسية الصنع ورياضيا حقق فريق برشلونة انتصارا ثمينا على مضيفه وغرينه التقليدي ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنبو في العاصمة الإسبانية مدريد في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا وجاء هدف برشلونة عن طريق البرازيلي إدير ميلتيعو مدافع ريال مدريد بالخطأ في مرمى في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر اللقاء ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في الخامس من إبريل المقبل على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني انتهى موجز الثامنة وأعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل